السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلاب وطالبات مرحلة تأسيس اللي هما KG1 و KG2 معكم مس عبير خطاب الاول مرة يشوفني يشوف الفيديوهات بتاعتي وانعجبته يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يتابع معايا النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض كورس تأسيس الفوناتكس اللي انا كنت عملاه الكورس اخدنا فيه وبعدين اخدنا الشرط A والشرط E والشرط I والشرط O والشرط U وتعلمنا ازاي نقرأ كلمات بالشرط فاول النهاردة ان شاء الله هناخد Long Vowels اللي هو الأصوات الطويلة للفاول طب ايه هم اصلا الفاولز اللي عندي عندي 5 فاولز الA والE والI والO والU كل فاول فيهم لي ساوند يعني لي صوت ساوند يعني صوت كل فاول لي ساوند يعني له صوت كل فاول كمان له نيم نيم يعني اسم كل حرف من دول لي اسم ولي صوت طب تعال تشوف الفرق بين اسمه وبين صوته سابت اسمه صوته آ آ آ آ ده اسمه أي صوته الحرف ده اي صوته أي صوته إي i الحرف ده او صوته اه او و الحرف ده اسمه يو صوته أه اه يبقى دي الساونز والنامز بتاع الفاول طيب تعالوا ناخد احنا لو كتبنا كلمة بشورت بننطق ايه بقى؟ ده الشورت فاول شورت فاول يعني ايه؟ يعني الفاول لما بيبقى قصير منكتب مثلا كلمة بالطريقة دي انا ابن هينطقها مفروض ان هو تعلم النسي صوته كا تبقى كا كا تا كات يوهن وهينا نطق الحرف ده بايه بقى؟ نطقه بصوته مش باسمه بالساونت بتاعه ساونت خلاص؟ طيب هكتب له كده قلنا حرف اليو صوته اه يبقى كا كا تا كات يبقى برضو هنا حرف اليو اتنطق بايه يا مامي؟ اتنطق بصوته اللي هو اه طيب هكتب مثلا الكلمة دي هو حرف اله بصوته ها هو اه اه هوت يبقى حرف الاو هنا تنطق اه اللي هو ايه بقى؟ صوته برضو تنطق بصوته طيب ركزنا في دي طيب بتاعي امامي لما يشوف نلاقي كلمة عندنا فيها تو فاولز حرفين بقى متحركين تو فاولز مين يتكلم فيهم؟ مين اللي هيقول صوته؟ مين اللي هيبتكلم؟ مين اللي هو الفاول الاولاني؟ مين اللي يتكلم؟ مين اللي يتكلم؟ مين اللي هو الفاول الاولاني؟ هو بقى ده اللي فتح بقى كده واتكلم اما الفاول ده سكت خالص ماتكلمش ابدا يبقى الفاول الاولاني هو اللي هيتكلم طب والفاول التاني هيعمل ايه؟ هيسكت شايفين بقى وقفله خالص ومش بيتكلم طيب اللي مش يتكلم ده هيكون فرحان ولا زعلان؟ ايوه برافو عليكو هيكون زعلان طبعا فهيعمل ايه هيروح بايده كده ويدرب الحرف ده لما يضربه هيخليه يقول اسمه مش صوته هيلخبطه بقى بدل ما هو بيتكلم بيقول صوته زي ما قلنا احنا بيتنطق صوته اهو هنا بقى لما يتضرب هيروح يقول اسمه هيتلخبط هيحصل له حاجة بقى في دماغه متضربة اللي هيدربه له على دماغه كده هنا هيخليه يروح يقول اسمه مش صوته طب تعال يا مامي نشوف كلمات كده ونشوف كلام مامي صح ولا لا وبرضو الفاول ده هيفضل ساكت نفس الكلمات اللي احنا قرناها تعالوا مثلا لكلمة كت اه كده احنا قرأناها من شوية كا او ت كت حرف اليو هنا تنطق ا ا كت طب تعال حط لها فاول تاني كمان اهو طب الفاول ده هو اللي هيكلم وده هيسكت طب بس هيعمل ايه هيضرب الفاول ده هيخليه بدلا ما يقول ا هيقول اسمه طب هو اسمه ايه شطار برافو 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 سمعك ياللي بتقول لي اسمه يو يو يبقى انا هنطق السي صوتها كا واليو ده هقوله يو يبقى كا يو ت هتبقى كيوت كيوت السي طبعا هو اللي صوته كا كيوت يعني جميل او لطيف يبقى هي من غير اليو كان اسمها قط من غير الاي كان اسمها قط حطنا الماشيك ايه دي خلتها تقول كيوت كيوت طبعا نشوف كلمة كمان مثلا كلمة دي اهي اسمها ايه كلمة دي اسمها ر ا ر ا ر 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 ران 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 طيب تعالنا نحط لها كمان فاول حطينا مثلا الفاول ده هنا طيب كده مين هيتكلم ومين هيسكت اللي هيتكلم اللي هو الاي واللي هيسكت الاي طب لما يسكت الاي هيعمل ايه؟ هيضرب الايه؟ هتقول ايه؟ هيبقى اسمها رين رين يعني مطر رين طب تعاني نشوف كلمة كمان عندي الكلمة دي كأب كب تعالوا محط لها فاول كمان الفاول ده هيعمل ايه يا مامي؟ هيسكت بس قبل ما يسكت ده هيعمل ايه؟ هيضرب اليو هيخليها تقول يو يبقى هننطق الكلمة دي ايه؟ هننطقها كيوب 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 طيب ناخد واحدة كمان نكتبها بقى على طول اهو في تو فاولز الاول يقول اسمه والتاني يسكت اسمك انت يا امور اسمي ايه؟ يبقى مال مال يبقى خلاص احنا عرفنا من الحدوثة دي ان الحرف الاول الفاول الاول الحرف الاول يقول اسمه مش صوته بقى هيقول ايه؟ اسمه والثاني الحرف التاني هيعمل ايه؟ يسكت يبقى الحرف الاول هيقول اسمه والتاني هيسكت الحرف الاول هيقول اسمه والتاني هيسكت نكتب بقى وندرب اولادنا على كلمات كتير كتير اهو يبقى الحرف ده هيقول يو وهنا دي مش هتتكلم طب وكده يا شطار ده مش هيتكلم وده هيقول اوه اسمه تبقى هوم هوم طب وكده يا مامي اه ده كده مش هيتكلم وده هيقول ايه؟ تبقى بال بال طيب ايه كمان؟ بس هنالك كلمة دي يلا نقول ده مش هيتكلم هنقول ما؟ ميوت 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 يعني ايه ميوت؟ يعني صامت حاجات كتير قوي قوي هنقدر نقراها ونعلمها كده لأولادنا ونبدأ معاه بالتدريج ونحكيله الحدودة اللي احنا قلناها دي طب تعالوا نشوف مثلا اللونج يو هنقول ايه؟ اهو ك يوب كيوب طب ت يوب يو 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 ز في يو ز عشان الاس هنا لما بتيجي بين تو فاولز بتتنطق ز في يو ز في يوم فيوم ه يو ج لما بتتنطق ز لما بتتنطق ز يو ج لما بتتنطق ز يو ج احلي معاهم حفظ الكلمات وان المنهج الجديد محتاج تأسيس مش تحفيز ان شاء الله انتظروني في باقي حلقات الفوناتكس هعمل لكم ان شاء الله على كل حلقة كده فيديو تستفيدوا منه وادعوا لي دعوة حلوة وكتبوا لي كومنت جميل كده علشان يشجعني ان انا اكمل باقي الحلقات وفعلوا الجرس عشان تتابعوا معايا جود باي